إذن فنحن في كل مرة مع كل ركن نجد أن هناك شيء يدفعنا إلى الخير والركن الذي أريد أن أتحدث عنه الآن وهو ركن الإيمان باليوم الآخر وهذا يوم إيمان باليوم الآخر هو خلاصة وبيت القصيد وهو أساس العقيدة لأننا حينما لا نؤمن باليوم الآخر تصير الشريعة كلها عبارة عن إرشادات فقط أي أنت يوجه إلى شيء يفعله أو لا يفعل ذلك الأمر بخياره لا حينما تعتقد بأن هناك جزاء وأن هناك عقابا وأن هناك مثوبة فأنت بذلك تتصرف والكون كله الآن يتصرف هكذا هناك الكون قائم على أساس المكافأة للخير والمعاقبة للشر ولولا ذلك لطغى العالم طغى الناس في العالم إذن فنحن أيضا منضبطون بهذا الأمر الذي هو إفعل ولا تفعل وفي مقابل ذلك نحن نراجع أن كل ما نفعله دائما نحن مواخدون عليه اليوم الآخر في تصورنا الإسلامي يوم كبير وحينما تحدث القرآن عنه تحدث عن اليوم الآخر في نحو 114 مرة وتحدث عن الآخرة في نحو 26 مرة وتحدث عن أشياء من هذا القبيل هذا اليوم الآخر ليس لحظة يفارق فيها الإنسان وهذه حياة المجل هي مراحل ومحطات ابتداء من محطة الموت ثم انتقالا إلى محطة القبر وإلى محطة الحشر وإلى حساب وإلى الحوض وإلى الجنة وإلى النار هناك محطات تقصاها القرآن وتحدث عن الموت أو مادة مات وموت أكثر من 165 مرة لماذا؟ لأن هناك شيء يجب أن يعرف في قضية الموت الموت ليست استرخاء كما يتصور الناس أو كما يصوره بعض الناس توقف بعض الأجهزة في الجسم القلب أو الدماغ أو ما إلى ذلك هذا المظهر الجسدي الظاهر الذي لا ننكره ولكن الموت بالمعنى الإيماني شيء آخر الموت قدر إلهي شيء يخلقه الله تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدر الذي خلق الموت خلق فالموت مخلوق مثل ما أنك أنت مخلوق والحياة مخلوقة ليست الموت عدما أو استرخاء وانفصال وتوقفا لا هو شيء يخلق فينا فجب علينا أن نفهمه بالفهم الديني بالفهم القرآني طبعا نحن نشترك مع الآخرين في أن نفهمه في المعنى الفيزيولوجي هذا لا ننازع فيه ولكننا نحن نزيد عن هذا بهذا المعنى الإيمان فهذه المحطات في يوم القيامة كثيرة جدا وكلها مبسط معروفة ماذا يعرف المسلمون منها؟ لا يعرفون شيء كثير لا يعرفون أن هناك يوما هو يوم الدين ويوم الدين ويوم القيامة له في القرآن أسماء أكثر من 25 أسماء في اليوم القيامة ويوم الدين ويوم الحساب ويوم البعث كلها أسماء في القرآن موجودة لم يقل بها فقاة هذا التنويع ليدول لك هذا على أن هناك أشياء تنتظر الإنسان أن يموت الإنسان ليس معنى أن يموت ويستريح أو كما ظن الناس أن الناس حينما يموتون معنى أن هناك عالم جديد يبسط وأن هناك أشياء منتظرة وأن هناك سؤالا وأن هناك حسابا وأن هناك نشرا وأن هناك أشياء ضجعة الموت ضجعة يموت الإنسان فيها ويتحلل كم يتصور ذلك بعض الناس خلق الناس للفناء فظلت أمة يحسبونهم للنفاذ إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشادي هذا هو إذا نحن أخذنا لا أستطيع أن أتحدث عن جميعها لأن هذا الأمر كتبت فيه كتب إنما أقول لكم نحن نمتلك الآن رصيدا في هذا الباب لماذا؟ من أجل أن تستقيم الحياة أنت لا تستطيع أن تقنع الإنسان بأن يقوم لصلاة الصبح في البرد إذا كان له إيمان يوازي الحاجز أو المانع له دافع يدفعه إلى أن يبقى في الفراش ولكن له أيضا قوي دافع قوي من الإيمان يجعله يقوم أنت لا تستطيع أن تقنع إنسان كيفما كان أن يخرج جزءا من ماله على أساس أنه زكاة إلا إذا استطعت أن تجعله مؤمنا كثير من الناس ربما يأتون صدقات وشيئة من النواف ولكن لهم لا يؤدون الزكاة لأن إيمانهم بالزكاة منعدم بهذا الركن منعدم بمعنى أن عندهم ثغرة وثلمة كبيرة في إيمانهم مع أن هذه الأركان التي لأمنا ليست حاضرة وإلا فلو وجب على الإنسان مبلغ كبير من المال كيف يستطيع أن يؤديه إذا كان إيمانه نفسه كان ضعيفا إذا كان لا يكتفي بذلك بل يمد يده إلى أموال الناس ليضيفها إلى مال هذا بعيد جدا لأن هناك بعدا وخالدا في التصور وفي العقيدة وهكذا فإذا فهذا الذي يحرص على القرآن من بيان يوم القيامة وأهوال يوم القيامة وما ينتظر ليس حكاية للتسرية أو لإسجاء الوقت إنما هو شيء تستقيم به النفس لا بد منه أنا أقول إن الناس الآن قديما لما كانت لهم رغبة كبيرة في فهم الدين كان بعض الناس وبعض المرشدين يقومون من الصباح قبل صلاة الصبح يتلون جزءا من أحكام أو من حقائق الآخرة أنا أشيئ إلى كتابه التذكرة للإمام القرطبي هذا التذكرة في أحوال الموتى والآخرة هذا كتاب جمعه هذا الإمام الكبير وجمع فيه محطات منه لا يجوز للنسان يعتبر نفسه مسلما ولا يعرف معنى الصراط والحوض وبالعنى يذهب به الأمر بعيدا فيتساءل هل عذاب القبر ويكتب الناس بلا علم هل يوجد عذاب للقبر أم لا يوجد عذاب ويتحدث الذين لا صلاة لهم بهذه وهذا أمر محسوم بالدراسة في مجالاته في باب العقيدة وعذاب القبر كان النبي السلام يتعود منه وإذا كان الإنسان يريد أن ينشئ لنفسه عقيدة أو أن يبده الناس عن العقيدة الصحية فهذا أمر آخر ماذا يستفيد هذا الذي ينكر عذاب القبر ماذا يستفيد هل يريد للناس أن يقول لهم هذه متعة وهذه راحة جلبتها لكم عذاب القبر ثابت بنصوص كثيرة وبإشارة القرآن وبأن آل فرعون هم يعرضون على النار غدوا وعاشيا وهذه أمور كثيرة حسما في الفقه إذن فأقول لكم إننا في هذا الجانب قد فرطنا كثيرا ترجمة نانسي قنقر